على فكرة يعني طبعاً حييجي الدور على كل ده لكنه واحدة من الثمار المهمة للأهل في هذه البطولة التأهل لبطولة جديدة الانتر كونتيننتل كما لو كان القدر برضو السعيد بيهدي الأهل فرصة المشاركة في أول نسخة لبطولة جديدة زي الدور الأفريقي أول نسخة الأهل يشارك فيها زي كاس العالم للأندية في أمريكا في 2025 أيضاً بالشكل الجديد الأهلي أول من يشارك فيها وهكذا الانتر كونتيننتل بشموندس البطولة علشان ناس كتيرة بتسأل على نظامها وهتتعمل إزاي الأهل بطل أفريقيا والعين الإماراتي بطل آسيا الأوكلاند سيتي بطل اليوكيانوس التلاتة دول هيتعاملوا مع بعض أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية هيتعاملوا مع بعض هتتعمل قرعة أوكلاند سيتي المفروض ييجي لعب يا بطل آسيا بطل أفريقي فهتتعمل قرعة ييجي للأهل ولا يروح للعين اللي هيكسبه هيلعب التاني يعني لو أوكلاند سيتي جي لعب الأهل كبطل أفريقي هتبقى في القاهرة لو الأهل إن شاء الله تخطاه يبقى الأهل هيلعب العين الإماراتي بطل آسيا في قرعة هتتعمل عشان يتشاف هيتلعب في أرض ملعب بطل آسيا ولا بطل أفريقيا والسنة الجاية يبقى العكس يعني لو بطل أفريقيا لعب هذه المباراة في ملعبه أي أن كان هو مين السنة الجاية بطل آسيا يلعب المباراة في ملعبه بطل آسيا وبطل أفريقيا واحد منهم هيكسب بطل أمريكا الشمالية هيلعب بطل أمريكا الجنوبية ودول لسه ما تحددوش اللي هيكسب من أمريكا الشمالية والجنوبية واللي هيكسب من أفريقيا وآسيا هياخدوا بعض ويروحوا في حتة تانية خالص في مكان محايد في دولة في ملعب محايد ما تحددش لسه بس اللي تحدد إنه هتبقى يوم 14-12 14-12 حيلعب الفريقان والفائز منهم في نفس الملعب بعد أربعة أيام يعني 18 ديسمبر هيلعب بطل أوروبا اللي قاعد مستني كل القرات دي تخلص مع بعضيها وفي الآخر الفائز من الماتش هيلعب بطل أوروبا ما بين طبعا بروسيا دورتموند وريال مدريد أي منهم اللي حيفوز بالبطولة الأوروبية هيلعب فينال كاس القرات يعني مش هيلعب سيمي فينال مش هيلعب سيمي فينال هيلعب ماتش واحد يوم 18-12 مع الفائز من بطل أمريكا الشمالية والجنوبية وبطل أفريقيا وآسيا دي بطولة الانتر كونتنينتل بهذا الشكل لكن كاس العالم للأندية بقى هتتلعب كل أربع سنين أول نسخة منها 20-25 من 25 يونيو لغاية 15 يوليو وحتبها في الولايات المتحدة إذن آخر بطولة لدور الأبطال حتى الآن بنسخة القديمة فاز بها الآن ويدخل الأهلي هادي الانتر كونتنينتل في أول تجربة له وقد انتزع المقعد اللي يؤهله أن يخوض التصفيات والمنافسات وبعد كده هنكمل بقى بنظام الجديد بتاع بطولة خلاص انت هتبقى كل سنة في بطولة للانتر كونتنينتل بالشكل ده لكن كاس العالم للأندية كل أربع سنين وتاخد الأبطال بتوع الأربع نسخ اللي أبداها يعني بطولة 25 هيشارك فيها لحظة واحدة بس هتبقى بالإضافة للانتر كونتنينتل ولا بديل عنها بالإضافة ليه هتلعب بطولتين يعني أيوه لو كسبت أيوه لو كسبت سنة الجاية هتلعب بطولتين أيوه انت بستمرار انت السنة الجاية عشرين خمسة وعشرين هيتأهل لها الأربع أبطال النسخ اللي قبلها يعني مثلا إيه خلاص خمسة وعشرين خلصت البطل بتاع النسخة الجاية بتاع سنة خمسة وعشرين بطل أفريقيا هيحجز مقعد في عشرين تسعة وعشرين هيبقى خمسة وعشرين وستة وعشرين وسبعة وعشرين وتمانية وعشرين دول يلعبوا في كاس العالم عشرين تسعة وعشرين نقف هنا اه يعني أنا دلوقتي رحت خمسة وعشرين أيوه نتيجة الرانكينج لا نتيجة ان انت بطل واحدة من النسخ الأربعة هي بيحصل ازاي هذا إبراهيم أنا بالردي متأهلة أيوه كبطل أنت متأهدها مرتين ما أنت متأهدها أنت دعمت تأهلك أنت تم اختيارك طب خليني 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 لحظة واحدة بس عشان أنت تم اختيارك قبل فوزك ببطولة أفريقيا أيوه ده الرانكينج الترتيب اللي أنت واخد بيها النسخة اللي فات أيوه لا مش بالترتيب بس خليني ما هو ترتيب البطلات طب ما أنا هاهلك بس ميسموه الرانكينج ده برأي ماش ماشي ما هو الرانكينج بس إيه الرانكينج أنت هتوصله أو هتلجأ له في حاجة واحدة أنت مبدئيا عايز آخر أربع أبطال إذا في بطل تكرر يعني الآهل بطل بس الآهل بطل نسختين ودلوقتي بطل ثلاثة الوداد المغربي بطل نسخة فالآهل رايح كبطل والوداد رايح كبطل طب مين البطلين التانيين ما كان الآهل اللي هو خاد مقعدين لأنه خاد ثلاث فيه يتم الرجوع للتصليف بتاع دور الأبطال فيتخذ الوداد عفوا الترجل وصندون سيوة فالآهل رايح مش كأول التصليف لا هو رايح